السلام عليكم. أنا منال مغربي نيكوب أردست. النهاردة ان شاء الله عندنا ندوة. هنتكلم فيها عن البشرة. كل ما يخص البشرة. كيف تعرفي نوع بشرتك؟ والمشاكل بتواجهها وكيف نحلها؟ وكيف تهتم بشرتك في فاصل الشتاء؟ مبدئياً أنا عندي أربع أنواع بشرات. عندي البشرة العادية والبشرة الجفة والبشرة المختلطة والبشرة الدهنية. هنتكلم الأول عن البشرات الجفة والعادية وكيف نهتم بها وطرق العناية اليومية. وبعدين هنتكلم عن البشرة الدهنية والمختلطة التي أغلب الناس تعاني منها. البشرة العادية هنتك ازاي تعرفي بشرتك نوعها إيه؟ البشرة العادية دي بتبقى بشرة صافية. ما فيهاش أي مشاكل. ما فيهاش عيوب. ما فيهاش حبوب. ما فيهاش شوائب. بتكون ناظرة. دي البشرة العادية باختصار. ما بيكونش فيها حاجة يعني جزء من البشرة جفة أو جزء منه دهنية. ده نوع البشرة العادية. البشرة الجفة بتكون فيها نسبة إحمرار. بتكون فيها جفاف. في الوقت الشتة خصوصا بيكون فيها تشققات كده خصوصا بعد ما تحط الميكوب. هي طبعا أكتر أكتر بشرة بيكون فيها مشاكل بشرة الجفة ديت. البشرة الدهنية والبشرة المختلطة. البشرة الدهنية. كيف تعرف بشرتك دهنية؟ البشرة الدهنية دي المسام بتاعيتها بتبقى وسعة. وبتفرز دهون. يعني لو جبتي منديل كده عادي جدا ومشيتي بيه على وشك. هتلاقي طلع كمية دهون كمية إفرازات من البشرة كتير. هي طبعا أكيد يعني بتبقى فيها كمية حجوب فيها بصور كتير فيها روس سودة كتير جدا. هي بتتعامل نفس معاملة البشرة المختلطة. الفرق ما بين البشرة الدهنية والبشرة المختلطة. البشرة المختلطة بكون عندي جزء هو اللوني والجزء التاني بيبقى عادي أو جاف. الجزء الدهني اللي هو منطقة التيزون. التيزون دوة اللي هو الجبهة والأنف والدأنف. دي بتبقى دهنية. بقية البشرة اللي هي منطقة الخد اللي إما بتبقى عادية يا إما بتبقى جافة. تمام؟ طيب أنا إزاي أتعامل مع كل نوع بشرة؟ أولا لازم يكون عندي روتين يومي بمشي عليه الصبح وبالليل. روتين اليومي ده هو إيه؟ إن أنا أول حاجة الصبح أول ما بقوم من نوم. لازم أستخدم غسول للبشرة بتاعتي. أشوف بشرتي نحة إيه؟ زي ما قلنا الفروق ما بين البشرات. وعلى أساسها أخطار الغسول دوت. أول حاجة غسول. تاني حاجة لازم أستخدم حاجة اسمها التونر. إيه التونر دوت؟ التونر دوت قابض لحاجة قبضة للمسام. بتقفلي المسام بعد ما بخسل وشي المسام بتاعتي بتتفتح. خصوصا لو أنا بشرتي دهنية فأنا مسامي واسعة. فلازم التونر ده أعمله بعد ما بخسل بشرتي على طوب. التونر دوت فيه طبعا أنواع كتير جدا في الصيدليات. لو أنا مش قادرة أجيب نوع أو معرفتش أتوصل لنوع معين. قادر أستخدم ماء الورد أو مكعب التلك. أو ممكن أستخدم ماء ورد يعني أخليه مجمد كده في مكعبات التلك. ده أمشي عليه أمشيها كده على وشي. وكده أنا بقفل المسام. تالت خطوة الخطوة دي مهمة جدا هي خطوة الترتيب. بتيجي على طول بعد التونر. حتى لو أنت بشرتك دهنية بشكل باشع لازم ترطبي بشرتك برضو. كل مرة بتخسل فيها بشرتك بتجيب عليها مية بتخرجي بتيجي. بتتعرضي العوادم بتتعرضي لحر لبرد أي حاجة. بشرتك بتفقد كمية كبيرة جدا من الدهون. ومن الزيوت الطبيعية اللي هي بتحافظ عليها من التجعيد. وتحافظ عليها من إن سنها يكبر قبل قوانها. طب أنا إزاي أعوض الدهون اللي نزلت مني ديت. أعوضها عن طريق الكريمات بتاعتي. لو أنت بشرتك جفة. لازم تجيبي كريم مرطب. نسبة الكريم فيه يكون نسبة كبيرة جدا. لو أنا بشرتي دهنية أجيب كريم يكون أويلي فري. فيه حاجات كثيرة جدا في الصيدليات. أنت تقدري تجيبي النوع اللي أنت عايزيه. بس أهم حاجة في البشرة الدهنية والمختلطة لأنهم معاملتهم تقريبا واحدة. إن أنا الكريم اللي أجيبه مرطب ليا يكون كريم أويلي فري تماما. لأن هي مش نقصة دهون زيادة عن الدهون اللي فيها. تمام؟ يبقى أهم حاجة عندي. زي ما قلنا الغسول والطونر اللي هو القابط والترتيب. طيب التنظيف بشكل منتظم ده لازم جدا للبشرة. يعني أنا لازم بشكل دوري أنظف بشرتي. أنا مهما غسلت بشرتي وحطت لها الطونر والحاجات دي كلها. أنا أيضا بنزل الشارع وبتعرض لعوادم وبتعرض لدخان وبتعرض لأتربة وبتعرض لحاجات كثيرة جدا. فلازم فلازم أخلي التنظيف دوت موجود عندي بشكل دوري. تمام؟ المية اللي أنا بستخدمها في تنظيف وشي لازم تكون مية متوسطة الحرارة. يعني ما ينفعش أشغل مية ساعة قوي وما ينفعش أشغل مية سخنة قوي. تمام؟ طبعا التغذية السليمة. يعني لازم ناكل بشكل سليم بمعنى إيه؟ يعني لو أنا من نوع لبشرتي دهونية أو بشرتي مركبة أو مختلطة. عندي دهون كثير عندي بصور عندي روس صودة عندي الحاجات دي كلها. ما كلش حاجات تزود الدهون اللي عندي ديت. يعني أنا أبعد قدري الإمكان عن الحاجات اللي هي المقليات أو السكريات بالزيادة. لأن كمان نسبة السكر كل ما بدخل نسبة سكر عالية. عندي بنزل من الكولوجين اللي في بشريتي. السكر الزيادة بنزل من الكولوجين اللي في البشرة بتاعي. والكولوجين دوت اللي هو بيخلي البشرة مرفوعة لفوق. يعني واخد شكل حيوي أو صحي. إنما أنا لو فضلت على طول في سكريات وفي دهون وفي الحاجات دي كلها. بشرتي شكلها يعني هيعجز قبل قوانها وشكلها هيكون. يعني هطلن أخش بعد كده في مشاكل تانية ليه للحقن والفلر والحاجات دي كلها. تمام على قد ما أقدر أختار من المواد المكياج أو الميكوب على قد ما أقدر أختار حاجات طبيعية أو ضرارها أقل للبشرة على قد ما أقدر. هنتكلم بردك عن إزاي نحن ننظف بشرتنا أو إزاي نحمي بشرتنا من أصدار الميكوب والحاجات دي كلها. منطقة العين أو منطقة تحت العين ومنطقة حوالين الفم. المنطقتين دول أنا لازم أهتم بهم جدا وليهم كريمات مخصوصة. لأن دول أكتر مناطق بتكون يعني رقيقة جدا الجلد اللي فيها معرض للإجهاد أكتر من أي حتة تانية في البشرة. فهي أصلا بيبقالها كريمات كمان معينة كريمات خاصة بيها. فلازم الاهتمام بيها يكون زيادة شوية عن باقي بشرتي. طيب الصان بلوك أو واق الشمس دوت لا غنى عنه سواء في الشتاء أو في الصيف. يعني ما أقولش إن أنا خلاص أنا في الشتاء ما فيش شمس ضرة بالنسبالي فأنا مش هحط صان بلوك. لا الصان بلوك بتحط كل يوم في أي توقيت أنت نزلي. نزلة الصبح نزلة في الشتاء سوري نزلة في الصيف نزلة في الجو خريف الجو ربيع. لازم تحطي الصان بلوك ده. تمام؟ الصان بلوك ما بيكونش زو فائدة إلا لما يعدي الخمسين في المية. أي صان بلوك تحت الخمسين في المية مش هيفيدك بأي حاجة تماما. هو كأنك تحطي كريم مرتب وخلاص. ملووش أي إفادة. الصان بلوك لما يعدي الخمسين في المية. كده الإفادة بتاعته بتبدأ. يعني الخمسين في المية دي أنا ممكن أحطه وأنا في الشتاء. في جو الشتاء اللي هو يناير وفبراير والحاجات دي. ممكن أحط بقى صان بلوك خمسين في المية حاجة كده. إنما غير كده الحر بتاعنا أو الصيف بتاعنا دوت لازم أعلي النسبة عن خمسين في المية. ستين سبعين تمانين كده. الصان بلوك ما بيتحطش مرة وخلاص. يعني أحطه مرة أنا نزلة الصبح وكده خلاص أنا وقيت بشرتي من الشمس. لا لازم يتحط كل ساعتين مهما كان الدرجة بتاعته. يعني أنت لو جايب حتى صان بلوك مية في المية لازم تحطيه كل ساعتين. تجدديه كل ساعتين. كيف هي اهتمت بشرتي في فصل الشتة؟ أولاً لازم يكون عندي أشرب كميات وفيرة جداً من المية. لأن في فصل الشتة للأسف نحن ننسى تماماً المية وشرب المية. يعني أوليل أصلاً مننا. يعني أما بيحس بعطش بيروح يشرب. يعني معنى أن إنت لو تحسي بعطش. إنت كده جسمك بيصرخ. بيصرخ بمعنى كلمة بيصرخ. ما تسبيش جسمك لما يوصل لمرحلة العطش. ده بيؤثر في حاجات كثير جداً بالذات في الشتة. يعني في الشتة فيه ناس كثير جداً. بشرتها بتتحول من دهونية البشرة جافة. علشان خاطر هي لا انتظمت في شرب مية ولا انتظمت في أكل ولا انتظمت في نظام غذائي لها. يبقى أول شيء لازم أشرب المية بكميات وفيرة. لازم الكريمات المرطبة ديت في فصل الشتة. أستخدمها يعني الصبح بالليل الدهر العصري. لازم أستخدمها بكمية كبيرة بالذات في فصل الشتة. لأن الشتة الجو بتاعه ودرجة الحرارة بتاعته بتاخد كثير جداً من بشرته. فلازم أعود ده كله بالكريمات المرتبة. ممكن كمان ترطبي شفايفك عن طريق استخدام الفوزلين. ممكن تستخدمي فوزلين كل يوم قبل ما تنامي. ده لترتيب الشفايف لأن في الشتة برضك الشفايف بتعاني جداً من التشققات اللي بتكون فيها. وزي ما قلنا برضو بستخدم كريم واقي للشمس برضك في الشتة. طيب عندنا حاجة بعد كده اسمها التأشير. الغسول اللي أنا بستخدمه كل يوم ده هو الصبح وليل. والطونر اللي أنا بستخدمه برضك صبح وليل. قوة بينظف بشرتي وقوة بيساعد بشرتي إنها تكون نضيفة وما فيها الشوائب ولا أي حاجة. بس برضو في حاجات بشرتي بتفضل موجودة فيها. وفيه رسودة بتبقى موجودة. وفيه أماكن حبوب وأصار حبوب بتكون موجودة. وفيه أوساخ برضك بتكون موجودة. ده كله هيتحل بإيه لو أنا استخدمت حاجة اسمها التأشير. التأشير دوت أمر لابد منه وهو شيء ضروري تعمليه في الشتة وفي الصيف. التأشير طبعا فيه كريمات هي بتبقى اسمها مقشر أو السكراب. فيه أنواع كريمات كتير جدا. لو أنت مش حابة أي كريمات أو أنت مش بتحبي من نوع اللي يحط حاجات فيها كيميكالز أو حاجة زي كده على بشرته. فممكن تستخدمي مقشرات طبيعية. هنقول برضك طبعا عن الحاجات دي كلها. هنقول على المقشرات الطبيعية وهنقول على المسكات. المقشر ده الفوائد بتاعته إيه؟ الفوائد بتاعته أنه هو بيشلي الخلايا الميتة. بيشلي الروس السودة. بينظف بشرتي بيوصل لحاجات الغسول اللي هو بشكل يومي دوت هو ما قدرش يوصل له. فالسكراب بدوت شيء مهم جدا مرتين في الأسبوع. مرتين في الأسبوع السكراب بدوت شيء ضروري. هنقول على سكراب ممكن يتعامل في البيت بشكل بسيط. بس الأولى هنتكلم عن حاجة اسمها التأشير بالأحماض والفواكه. التأشير بالأحماض والفواكه ديت. ده انتشر شوية في الفترة الأخيرة. وبتعامل يعني فيه ناس بتعملوا في عيادات عند كثرة جلدية أو تجميل أو ما شبه. هو طبعا ما فيش منه أي ضرر خالص. بس لو تقدري بردك أن انت تعملي حاجة زي دية عندك في البيت. ما فيش بردك أي مشاكل. هو بيبقى كورس لإما الدكتور هو اللي بيزبط لك الكورس دوت لإما أنت ممكن تجيبي كريمات بردك هتلاقي متوفرة في الصيدليات. متوفرة بكمية أحماض معينة زي حمض اللمون حمض التفاح. حمض العنب حمض الزبادي دي كلها مجموعة كريمات هتلاقي متوفرة في الصيدليات عادي جدا أو في محلات التجميل. دي ممكن أنت تجيبيها وتشتغليها بكورس كده تشتغلي مثلا كل كريم لمدة مرتين في الأسبوع على تدينه مدة مثلا شهر. هتلاقي في خلال الشهر ده وصلت للنتيجة إن شاء الله اللي أنت عايزة توصلي له. ده المقشر. طيب اللي هو بأحماض الفواجه. لو أنا عايزة أعمل مقشر في البيت أو سكراب في البيت ممكن أستخدم إيه لو أنا بشرتي جفة لازم أستخدم حاجة يكون فيها أويلي. يعني حاجة يكون فيها زيت أو حاجة تكون مرتبة. السكر عندنا عامل أساسي في السكراب. السكر ده عامل أساسي في السكراب. هضيف له إيه لو أنا بشرتي جفة؟ هضيف له زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو. لو أنا بشرتي جفة هستخدم مع السكر زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو. تمام؟ المكشر دوت أنا بعد ما أعمل خلطة بحطه على بشرتي بشكل دائري مع عقارب الساعة. بستمر كده مثلاً حوالي خمس دقايق وبعدين بشطف بشرتي. يعني الانسكراب ده أنا مش هحطه مش زي المسك يعني مش هحطه وافضل شوية وأشطف وشي لا. أنا بحطه بشكل دائري وبعدين ببدأ أخسل وشي عادي جداً. لو أنا بشرتي دهنية لازم طبعاً أبعد عن أي حاجة فيها أويل أو أي حاجات فيها نسبة كريمي. هستخدم السكر مع اللمون. السكر مع اللمون. لو أنا عندي مشاكل من اللمون لأن في بنات بشرتها دهنية بس حساسة. حساسة يعني اللمون ما بتستحملوش على بشرتها فممكن تستخدمي بداله العسل. ممكن تستخدمي السكر مع العسل أو العسل مع اللمون قطرات بسيطة جداً. بردك حيافي بالغرض. زيت الزتون لو أنت بشرتك جفة أوكي حطيه. لو بشرتك عادية حطيه. بشرتك دهنية أو بشرتك مركبة أو مختلطة ما تقرب لزيت الزتون خالص. يعني حتى يعني مهما قالوا لك على فوائد فيه هو طبعاً ليه فوائد كثيرة جداً. بس لو أنت من أصحاب البشرة الدهنية أو من أصحاب البشرة المختلطة. الزيت الزتون ده حاول بقدر إمكاني أن أنت متقرب لهوش خالص. لأن هو بيضاعف كمية الزيوت أو الدهون اللي موجودة في البشرة عامة. فعلى أقل ما تستخدمهوش لوشك. نتكلم دلوقتي عن شوية وصفات. ماسكات ترتيب. لكي أعمل ماسك البشرتي. أول شيء يجب أن أفتح مسام بشرتك. لا يمكن أن أضع ماسك وبشرتي مقفولة. كده أنا بشرتي مش هتستفد أي حاجة. أفتح مسام بشرتي إزاي؟ أن أنا بعرضها لبخار المية. بعرض بشرتي لبخار المية. ممكن تحطي في بخار المية دوت ورق من الجرجير أو الرزماري أو أي أعشاب. ممكن ورد برضو ورق من الورد ما فيش أي مشاكل. أي أعشاب ممكن تحطيها في البخار دوت تفتحي بيه مسام بشرتك. وبعدين هتحط المسك زي ما أنت عايزة فيش أي مشاكل. يقعد الوقت المحدد ليه عشر داية خمستاشر داية ما فيش مشاكل. وبعدين بتشطفي بشرتك بمية فترة وتقفلي مسام بشرتك تاني. بعد المسك ما تشطفي بشرتك منه بشرتك مسامها مفتوحة. يعني إحنا فتحنا من الأول لازم ترجع تقفليها تاني. لو ما قفلتش المسام بتاعت بشرتك بشرتك مش هتستفاد بأي حاجة من اللي أنت عملتين. تقفلي المسام بتاعتك وشوية البشرة تهدى ونبدأ نحط كريم الترطيب بتاعنا. حسنا نقوم بشوية مسكات دلوقتي. هي مسكات ترطيب. هنبدأ بمسكات للبشرة الدهنية. في مسك بسيط جداً ممكن تستخدمين للبشرة الدهنية ماء الورد مع الزبادي. يعني هتجيبي مثلاً معلاء أو معلتين من الزبادي وتحط عليها قطرات من ماء الورد. وبعدين تفريديها على بشرتك مدة خمستاشر دقيقة. وبعدين تشطفي بشرتك. المسك دوت مهم جداً للترطيب. إحنا دلوقتي بنتكلم عن مسكات الترطيب. المسك دوت هيفيد بشرتك جداً لو أنت من أصحاب البشرة الدهونية أو البشرة المختلة. ممكن أستخدم ايه تاني؟ ممكن أستخدم الخيار مع الحليب. وده يفضل أكثر البشرة الجفة. لو أنت بشرتك جفة يستحسن أن تحط عليها حليب أحسن من الزبادي. ممكن أيضاً تستخدمي الموز مع الحليب. دي كلها مسكات ترطيب. ممكن تستخدمي الخوخ مع بياض بيضة. دي كلها ترطيب. ممكن بياض بيضة مع خميرة. دي كلها مسكات ترطيب. ممكن تستخدمي زيت اللوز مع الشوفان. دي كلها مسكات ترطيب للبشرة الدهنية. دي كلها مسكات مرتبة للبشرة الجفة. ممكن تستخدمي البيض مع العسل. صفار البيض مع العسل. وممكن تستخدمي الموز مع الزبادي والعسل. دي كلها مسكات مرتبة للبشرة الجفة. ممكن تستخدمي الشوفان مع الزبادي مع العسل. دي كلها من ضمن المسكات المرتبة. طيب قبل ما نام لازم أكون محضرة بشرتي. بمعنى محضرة بشرتي. يعني أنا ما ينفعش أنام وبشرتي عليها بوائي أي ميكوب. خالص. لو عملت حاجة زي دي. مش على المدى البعيد. على المدى المعيد وعلى المدى القريب. وعلى كل المستويات أنا بشرتي كده أنا بدرها. أنا بدرها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا دلوقتي ما باجي أنام. وعندي على بشرتي أصار ميكوب أو أنا ما نضفتش بشرتي كويس من بواقي الميكوب بتاعها. هيحصل إيه؟ هيحصل إن كل الحاجات دي هتتحول لحبوب. هتتحول لروس سودا. هتتحول لمشاكل تحت الجلد. هتتحول لتجعيد مبكرة. حاجات كلها حاليا أنا في غنى عنها. الأفضل إن أنا أنضف بشرتي تماما. قبل ما أنام. تنظيف البشرة بسيط جدا. أيضا نفس الغسول اللي أنت بتستخدميه. لو أنت عندك لو أنت في ميكوب أو حط ميكوب أو حاجة بعد ما تيجي من بره حاولي إنك تشيل الميكوب دوت لإما بميكوب روموفر أو لإما بغسول. وتقفلي المسام بتاعت بشرتك. إنك تنامي بميكوب ده شيء ضر جدا جدا جدا. حاولي بقدر الإمكان إن ما يكونش فيه حاجة زيدية تنظفي بشرتك تماما قبل النوم. قبل النوم كمان لازم بشرتك تكون مترتبة. لأن وقت النوم دوت البشرة فيها يعني زي ما بنقول بتستعيد الحيواء بتاعتها أو بتبدأ تشتغل بشكل منتظم عن فترة الصبح. فلما أنا يعني شغليها بشكل منتظم خليها تشتغل على حاجة فيها ترتيب وفيها نظافة في البشرة بحيث إن ما يحصل ليش أي مشاكل بعد كده. فيه ماسك لو البنات عايزت تتقل شعرهم أو تطولوا. المسك دوت وده ممكن تستخدمي بردك لرموش هقولك إزاي بيستخدم. ممكن تستخدمي زيت الخروع مع صفار البيض. زيت الخروع مع صفار البيض. دوت ليه تطويل الشعر؟ طبعا الرموش هتستخدمي لها زيت الخروع فقط. الهالات. مشكلة الهالات السودة اللي بنعاني منها أو أغلبنا بيعاني منها. الهالات السودة والاسمرار اللي حوالين الفم دي مشكلة متكررة شوية عندنا. طبعا بسبب حاجات كثيرة إن إحنا على طول مسكين مثلا التليفون بتاعنا أو على طول مسكين أو إحنا عادينا على طول الكمبيوتر أو على التلفزيون. ما بناخدش بالنا من نظام أكلنا. ما بنشربش مية بشكل كافي. ده كله بيأثر علينا بيعمل لنا هالات أو اسمرار حوالين الفم. طيب فيه مسكي ممكن تستخدميه للهالات ديت وفيه حاجات تانية ممكن تستخدميها بردك للهالات. المسكي دوت عبارة عن العصر الأبيض مع الزبادي ده ممكن تستخدمي للهالات السودة وممكن تستخدمي للإسمرار حوالين الفم. لو مش عايز تعمل المسكي دوت ممكن تستعيني بشرايح الخيار أو شرايح البطاطس وتحطيها على منطقة منطقة الهالات اللي عندك. مع الوقت الهالات دي ستقل. لكن لو حسيت أن ما فيش أي تقدم فطبعا يستحسن أن تشوفي دكتور لأن في الغالب هيكون الهالات دي لها سبب مرضي أو أنيميا مشكلة من ديت يعني. طيب إزاي أنا أحضر بشرتي. أنا دلوقتي غسلت بشرتي ونظفتها وكل حاجة. طيب أنا دلوقتي عايزة أنزل وأحط ميكوب إزاي أحمي بشرتي من الميكوب دوت. أولا الميكوب بيدر الميكوب ما بيدرش لو تحطي بشكل صحيح وما بيدرش لو تشال بشكل صحيح. بيدر لو أنا فضلت لو حطيته بطريقة مش مصبوطة ولو ما شلتوش قبل منام. كده أنا الميكوب حيدريني 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 لما حالة يعني. إزاي بقى أنا أحضر بشرتي قبل ما حطي الميكوب بحيث أن الميكوب ما يدرش بشرتي. أول حاجة إحنا زي ما قلنا إن إحنا خلاص حطينا الطونر. في حاجة بتتحط قبل الميكوب اسمها البرايمر. البرايمر ده بيتحط قبل الميكوب. البرايمر ده في منه أنواع كثيرة جدا. أكيد أغلبكم عارف أنواعه يعني. البرايمر ده حطيه قبل الميكوب بفترة بسيطة جدا حوالي خمس دقايق وبعدين إبدأ يحط الميكوب. البرايمر ده فويده إيه؟ فويده إنه هو بيعملك طبقة عزلة. ما بين بشرتك وما بين الميكوب اللي أنت بتحطيه. بيوزع الميكوب بشكل أبسط وبشكل أسهل. بيوضح لك شكل الميكوب وألوان الميكوب. بيسبت الميكوب معاك أطول فترة ممكنة. ممكن كمان قبل ما تحطي البرايمر ده تستخدمي مكعب التلج. مكعب التلج تمشي على بشرتك كلها. أنت كده بتعملي حاجة قبضة للمسام. وفي نفس الوقت بتدي ريفريش للبشرة بتاعتك. التلجة تستخدميها. برضك مش لازم يعني مش هنقول إنه هو شتة أنا مش هستخدم له تلج. لا استخدمي التلجة ديت أي وقت انت خارجة فيه خصوصا بالنهار سواء في الصيف أو في الشتة. لو أنت عايزة تحطي الصام بلوك قبل الميكوب. ممكن تحطي الصام بلوك كبديل للكريم المرطب بتاعك. وبعدين تنتظري شوية نص ساعة البشرة تتشرب الصام بلوك بتاعك. وبعدين تحطي البرايمر وتحطي بعد كده الميكوب بتاعك عادي جدا. لو أنا عندي مناسبة مهمة قريبة خطوبة فرحة أيا كان إيه هي. إزاي أستعدلها قبلها بوقتي كافي. زي ما قلنا شرب المية. لو أنت أول ما قمت من نوم الصبح خدت معلقة عصر أبيض وكبتين مية ملحنافية مش لازم ساعة. دي هتساعدك بشكل كبير جدا إن بشرتك تكون صفية. يعني إن شاء الله حتى تعملي ده بس. اعملي ده بس. خد دي معلقة عصر على الريق. وكبيتين مية. دافين. ده هيساعدك جامد جدا إن بشرتك تكون صفية. ومفهاش مشاكل من حبوب أو بصور أو شكلها يكون باد أو شاحب أو أي شيء من دي. التخزية بتاعتك لازم تكون تخزية سليمة. تخزية سليمة بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مش ناكل لو كما نقول كده أكل عينين لا. التخزية السليمة دي. يعني لازم أكل كمية خضار وكمية فاكهة وفيرة. كمية خضار وكمية فاكهة وفيرة. لإنما ملغيش الحاجات التانية. الحاجات التانية اللي هي النشويات أو اللي هي البروتين أو اللي هي السكريات. مفيش أي مانع إن أنت تاخذي منهم. بس لازم يكون الغالب بتاع الأكل بتاعك الخضار والفاكهة. الخضار والفاكهة لها تأثير قوي جدا على البشرة وعلى الشعر. لإن البنات اللي بتيجي تتكلم بتقولك أنا عايزة حاجة سريعة. عايزة حاجة تخلي بشرتي على طول حلوة. عايزة حاجة تخلي شعري على طول يطول أو على طول يبقى تقيل. طيب إزاي إزاي وإنتي أصلا الأساس بتاعك. مش عامل له أساس سليم لبشرتك أو مش عامل أساس سليم لشعرك. طيب إزاي فجأة كده شعرك هيبقى حلو. تمام. فلازم تزبطي الأساس دوت الأساس بتاعك دوت من الأكل. الجسم كله مبني على بعضه. لو إنتي ما زبطيش الأساس دوت ما فيش كريم ساحر هيجي يزبط لك وشك أو كريم ساحر هيجي يزبط لك شعرك. اللهم كان حاجات مؤقتة زي البروتين والكرياتين والمش عارف إيه اللي إحنا بنسمع عنه دوت للشعر أو زي الكريمات بقى اللي إحنا بنسمع عنها للبشرة. وأغلب أغلبها بتكون حاجات مستحضرات تجميلية يعني حاجات ميكوب يعني للبشرة بتزبط البشرة بشكل مؤقت. إنما لو أنت عايزة حاجة طبيعية تبقى معاك على طول يبقى لازم تزبطي نظام أكلك وتزبطي الحاجات اللي أنت بتدخليها لجسمك. عشان ده بيظهر على أول حاجة بيظهر عليها هي بشرتك. الحاجة الثانية اللي هو لازم تلتزمي بالنوم التنظمي. نستأذنكم بس الأدان. لو أي حد عايز يسأل أي سؤال قبل ما نستأنف أو تفضلي. بالنسبة لتطويل الشعر وزيت الشعر. حدثت قلت زيت زيت زيتون وبيض. زيت خروع. نستعملوا إزاي؟ بالنسبة لتطويل الشعر. الوصفة اللي أنا قلتها هي زيت الخروع وصفار البيض. ده بيتعامل إزاي عادي صفار بيضة عادي جداً. وبحط عليها معلتين زيت خروع وبقلبه وبحط على شعري ثلاث أربع ساعات. أو ممكن أنام بي وتاني يوم الصبح بخسله. دي الوصفة. الوصفة دي أنا بقررها ممكن مرتين في الأسبوع. تمام؟ دي لو أنا عايز أطول شعري أو أتقله. صفار بيضة. صفار بيضة. صفار بيضة واحد بس. لو عايز أتقل رموشي أو شعر حواجبي بستخدم زيت الخروع فقط. تمام؟ حد عايز في أسئلة تانية؟ زيت خروع. معلقتين زيت خروع. معلقتين من زيت الخروع. إحنا فاتحين باب الأسئلة اللي عايز يسأل. أي حد عايز يسأل. للتطويل؟ للتطويل الشعر. ممكن تقلل المايك بس معني. لنسبة للفراغات والشعر الخفيف قوي ده يعني ده تغذية سوق تغذية أو هو ينفع معي البيض والبيض الخروع؟ بص يا حضرتك هو أنا طبعا عشان ما شوفتش هو لو في فراغات بشكل واضح قوي لازم لازم تروح الدكتور يشوف الحاجة ديت. لو فراغات بشكل واضح قوي. تمام؟ هو طبعا هيشوق يعرف إيه السبب بالحاجة ديت وممكن يكتب لك بها على أدوية أو ممكن يكتب لك على نسيون أو أيا كان. تمام؟ إنما لو الشعر عايزة بس أنك تتقليه خفيف أو عايزة تقليه أو في حاجات لهياشان برضو. لو عايزة تقليه أو كده فممكن تستخدمي زيت الخروع دوت مع صفار البيضة. تمام؟ يطول ويتقل الوصفة دي. تمام؟ لو في هيشان أو حاجة فأنت ممكن تستخدمي زيت الخروع مع العصر الأبيض للهيشان. لو الشعر هيش أو كده. تمام؟ بس كده إنما لو في مشكلة إنما لو في مشكلة أو حاجة في الفراغات أو حاجة زايدة لازم الدكتور يشوف ويقول إيه الدنيا أو إيه الحاجة اللي موجودة بالظهر. هل هناك ضعف أساسا أو كده؟ أكيد ممكن أكيد ممكن يكون ممكن يكون حاجة حاجة خاصة بالشعر يعني حاجة جلدية أو ممكن يكون في ضعف مؤثر عليه. لأن لو في أنيميا أو في حاجة هي ممكن تختار منطقة معينة ممكن تختار اللي هي منطقة الهالات تتركز فيها ممكن تختار منطقة الشعر تتركز فيها. هو عمتا هو اللي هيشوف ويقولك مطلوب منك إيه أو إيه الحاجة المفروض تعمليها علشان نعرف الحاجة دي إيه. لكن بالنسبة للبشرة حضرتك قلتش ماسكات ترتيب أو تأشير؟ أقولك هعيد تاني ماسكات الترتيب وماسكات التأشير هعيدهم تاني. شكراً يا دكتور. واحنا هنعيد تاني ماسكات التأشير زي ما قلنا إن المقشر دوت فايدته إيه؟ فايدته إنه هو بيشيل أي خلايا مريتة في بشريتي. بيشيل أي أتربة أو أي بصور أي روس سودة. الحاجات اللي أنا مقدرش يعالجها لي الروتين اليوم بتاعي المقشر دوت بيعالجها لي. المقشر دوت أنا باستخدمه مرتين في الأسبوع. باستخدمه صف شتة مالوش توقيت معين. تمام؟ في مقشرات أنا ممكن أعملها للبشرة الدهنية اللي بعملها للبشرة الدهنية أنا ما بعملهاش للبشرة الدفة. طبيعة البشرة بتختلف. البشرة الدهنية أنا ممكن أستخدم لها السكر مع اللمون. السكر العادي جدا ده مع اللمون كمقشر البشرة بتاعتي. لو أنا عندي تحسس من اللمون أو ما بطيقش اللمون على بشرتي ممكن أستخدم العسر الأبيض. السكر الخشن ده مع عسل أبيض. تمام؟ لو أنا بشرتي جفة ما ينفعش أستخدم أي لمون في الموضوع خالص. هستخدم زيوت زيت جوز الهند أو زيت زتون مع سكر. الحاجات دي تنفع معي. ممكن أستخدم العسل مع بكاربونات الصوديوم لو أنا بشرتي جفة. تمام؟ لو أنا بشرتي دهنية زي ما قلنا ممكن أستخدم السكر مع اللمون. أو السكر مع العسل لو أنا عندي مشكلة من اللمون. دي بالنسبة للمقشرات. وقلنا إن في مقشرات بأحماض الفواكه. دي ممكن تخذيها كورس. كورس ديت لإما بتروحي للطبيب بيقولك تتعامل إزاي. لإما أنت بتلاقي الكريمات دي عادي جدا متوفرة في الصيدلية. السكربات دي بتلاقيها متوفرة جدا بتستخدميها إزاي مرتين في الأسبوع لمدة أربع أسابيع. يعني لمدة شهر. كورس ما ينفعش في التأشير بالفواكه والأحماض دوت. ما ينفعش إن انت تستخدمي أسبوع وترجع توقفي. كملي الأسبوع. كملي الشهر بتاعك للآخر. كملي الكورس بتاعك للآخر. هتلاقي حاجات هتلاقي في سكربات لمون وزبادي وفي طفاح. في عنب حاجات كثيرة جدا كلها مفيدة للبشرة ممكن تستخدميها. لو مش عايزة تخش في الموال دوت انت ممكن تستخدمي السكربات اللي قلنا عليها لها السريعة. السكر مع اللمون أو السكر مع العسل أو مع الزيت جوز الهند أو زيت الزيتون. ده بالنسبة للمقشرات المسكات بتاعت الترتيب. البشرة الجفة مسكات الترتيب بتاعت البشرة الجفة عندك البيض مع العسل طريقته ايه طريقته ان انا بجيب بياض بيضة. بحط عليه معلقة عسل وبخلطه بحطه على وشي لمدة 15 دقيقة. ده مسك ترتيب مسك ترتيب في مسك ترتيب تاني بردك للبشرة الجفة عبارة عن الموز مع الزبادي مع العسل طريقته ايه بجيب صمرتين موز مع معلقة عسل مع نص معلقة زبادي. بخلطهم وبحطهم بردك مدة 15 دقيقة على بشرتي وبشف بشرتي عادي جدا في مسك ترتيب تاني اللي هو الشوفان مع الزبادي مع العسل طريقته بردك معلقة 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 بنسب متساوية وبخلطها وبحطها بردك على بشرتي لمدة 15 دقيقة دي البشرة الجفة لو انا بشرتي دهنية فالمسكات بتاعتي هتكون ماء الورد مع الزبادي بتجيبي معلقة او معلقتين من الزبادي وبتحط عليهم قطرات من ماء الورد وبتحطيهم على بشرتك بردك مدة 15 دقيقة وبتشطفي بشرتك ده مسك ترتيب ممكن تستخدمي ايه تاني ممكن تستخدمي الشوفان مع الزبادي ممكن تستخدمي الخيار مع الحليب ممكن تستخدمي الموز مع الزبادي الحاجات دي كلها مسكات بردك ترتيب للبشرة الدهنية فيه اسئلة عبد عايز يسأل اي حاجة? انا بشرتي دهنية بس تحسيزة في نفس الوقت. تمام. فقال لحاجة بتلهبها. تمام اوكي. هستعمل لها ايه بقى كمقشر او مرطل. تمام اوكي. البشرة الدهنية لو انت عايزة استعمل لها مقشر ممكن تستغني عن اللمون وتحطي بدلو السكر بس مع العسل او السكر مع الزبادي. سوري السكر مع العسل. لو انت عايزة تحطي حاجة لترطيب بشرتك ممكن تستخدمي الزبادي مع ماء الورد او ممكن تستخدمي الزبادي مع الشفان. دي بردك ترطيب. ممكن تستخدمي قناع الرضة. الرضة مع عاصل ابيض. بردك ده تأشير. مسكات الترطيب. خليها ممكن تحطي قرفة مع زبادي او رضة مع زبادي او شفان مع زبادي. بالنسبة للترطيب البشرة الدهنية. لو غير كده استخدمي اللمون عادي جدا. في مصك اخير لتطويل الشعر. لو حد عايز يسجله. زيت لوز. زيت لوز مع جرجير. مع خروع. مع سفار بيضة. ده مصك تطويل الشعر. زيت لوز مع جرجير. مع خروع. مع سفار بيضة. ده مصك تطويل الشعر. لو عندك مناسبة قريبة او فرحك قريب او خطوبتك قريبة. في شوية اجراءات لازم تعمليها قبل الفرح بمدة كافية. ما تجيش قبل الفرح باسبوع وتقولي انا عايزة بشرتي تبقى حلوة. لا. لازم تشتغلي على نفسك وعلى بشرتك قبل الفرح بحوالي او قبل الخطوبة او قبل المناسبة بتاعتك بحوالي من شهر لشهرين. بشرتي وشعري عشان يتصلحوا بياخدوا تلت شهور وبعد كده نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ده تصلح. تمام? تلت شهور دوت انا البيس بيقع والجديد بيبدأ يطلع. وبعدين كميلي بقى عليهم كمان تلت شهور في تلت شهور يبدأ يتحسن وقت ورد تاني. مشاكل الشعر تحديدا بتاخد لها وقت. بتاخد لها ممكن فيه كورسات بتمتد سنة فيه كورسات بتمتد السنتين. تمام? اه لو انتي عندك زي ما قلنا مناسبة قريبة فلازم تستعد لها بوقتي كافي بوقتي كافي يعني ايه من شهر لشهرين تستعدي بالشكل دوت ان انتي تشرب تشرب كميات وفيرة جدا من المية. وقلنا التخزية السليمة. التخزية السليمة دي يا جماعة زي ما قلنا طبعا في الاول. اه القضار و اه الفكاة و اه الحاجات دي كلها. بس المشكلة ان اغلب الاغلب البنات بتقع فيها للأسف اه اه الببسي وال اه و النسكافية. الحاجات دي كلها بتعمل مشاكل اه مش 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 في الجسم و للعظم و للحاجات ديه تلاا. هي كمان بتعمل مش عندك مشكلة في الشعر الحاجات دي طبعا هتزودها اكتر واكيد طبعا التدخين تدخين صعب جدا في مشاكل البشرة وفي مشاكل الشعر بيدرها برضك بشكل كبير جدا فلازم لو انت عندك مناسبة او عندك فرح لازم تمتنعي عن الحاجات ديت او تخفيفي منها قدر الامكان يستحصن طبعا على طول بس احنا بنقول لو انت عندك مناسبة فيستحصن قبلها بشهرين تحاولي تخفيفي من الحاجات ديت ولازم يكون عندك روتين يومي رياضة لازم يكون عندك رياضة رياضة ديت مش لازم انك تروحي جيم وتشيل حديد والحاجات دي لا مش لازم طبعا بس اتي ممكن اقل ما فيها انك تتماشي نصف ساعة كل يوم ده هيفيد بايه ده هيفيد ان هو بيجرد دورة دموية جواك هيفيد ان هو بيخليك في حاجة انك تشربي مياه كويس في حاجة انك تنظمي يومك كويس في حاجة انك تنامي بانتظام الحاجة دي بتخليك يوم المناسبة بتاعتك بشرتك بين ان هي صفية بين ان هي ناقية يعني فاش اي مشاكل طبعا زي ما قولنا انك تلتزمي في في النوم ويكون عندك موعيد ليك يعني مش في اي وقت نام مش في اي وقت اصحى مش الحاجات دي كلها لأ حاول يكون في انتظام شوية لحد ما حاولي كمان انك تخدي مكملات غزائية مكملات غزائية يعني ايه زي الكالسم اقراس عادي بتتبيع الحاجات دي على فكرة ما فياش مشاكل ان انت خطيها منك لنفسك يعني المكملات غزائية دي عادي جدا ان انت اقضيها ما فياش مشاكل يعني ايه زي دي الكالصم زي الزينك الزينك كمان اه ايه اللي هو الاوميكا سري والحاجات دي مهمة جدا للبشرة مهمة جدا للشعر لو انت من الناس اللي بتعاني مشاكل في بشرتك او في شعرك لازم تأخذي حاجة فيها زينك اأأأأآ سواء في الاكل او سواء عن طريق الاقراس او الاوميكا سري والحاجات دي ا Neither key راس من الكلسام مكملات غذائية الحاجات دي كلها بتساعد ان انتي تصلحي المشاكل الموجودة في الشعر او في البشرة زي ما قلنا يا جماعة بردك في الشتاء التخذية بتاعتك بردك في الشتاء احنا مشكلة الشتاء لما بيجي احنا بنبدأ ناكل حاجات عجيبة كده عشان الجو عشان الساعة وعشان الحاجات ديت حاولي بقدر الامكان حتى لو حصل لغبطة شوية او حتى لو حصل عك شوية في الاكل او حاجة حاولي بقدر امكان ان انتي ترجعي تلتزمي يعني يومك خليه فيه فواكه خليه فيه قدروات خليه فيه مية قليل شوية الحاجات اللي هي فيها الكافيين كافيين زي ما قلنا داخل في 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 داخل في داخل في داخل في داخل في داخل في داخل في حاجات كتيرة قوي فاريت الى حد ما تقلل الحاجات ديت لان احنا لو بناخدها بشكل جزء حاجة واقع حاجة في اليوم كوباية في اليوم في انجلاهوة مثلا في اليوم او بتاع اوكي لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنمسك في الحاجة نفضل نشرف فيها لغاية ما تيخلص ونجيب غيرها ونفس الكلام نجيب غيرها ونجيب غيرها ونجيب غيرها فاليه فاليه ده كله مشكلته يعني مش بس بيديني امراض عضوية لا ده اول حاجة بتظهر عليها هي بشرتي اول حاجة الحاجات اللي فيها كافيين دي بتجيب لي تجعيد مبكرة بتجيب لي مشاكل في بشرتي بتخلي بشرتي بتفقد حاجات كتيرة بتفقد الكولاجين بتاعها بتلقي في الحفر بقى مكان التجعيد وعلمت وعملت مشاكل وبعدين نرجع نقول تاني أنا عايزة أخفيها بالميكوب أو عايزة أخفيها بالميكياج. الميكياج ما بيخفيش التجعيد خالص. الحاجات اللي إحنا بنشوفها ديت في الأفلام وفي التلفزيون وفي السور. والحاجات دي كلها بتبقى فوتشوب. يعني التجعيد دي ما بتتخفيش غير بحاجتين. إما بالفوتشوب لإما بالحقن. اللي هو الحقن اللي إحنا كلنا بنقلق منه دو. فإحنا في إيدينا إن إحنا نمسك الموضوع دوت من الأول. يعني نظامي. بس ده الكل المطلوب منك. يعني في بنات بتشرب اللي بيبسي دعمنا على بطور. وفي بنات بتشرب النسكافيه كل ساعتين. يعني مش. طيب ليه؟ ليه الحاجات دي كلها. حتتعبك أنت أول واحدة. أول واحدة. غير المشاكل بتاعة العضن اللي بتعملها. غير المشاكل الأمراض، السكر، الضغط، الحاجات دي كلها. لو أنت عايزة بشرتك تفضل كويسة، لو عايزة شعرك يفضل كويس، استخدمي الحاجات دي بحكمة. واهتمي بنفسك. اهتمي بنفسك. لو أنت ما هتمتيش بنفسك، ما حدش هيهتم بكي. أنت لازم تهتمي بنفسك. أنت عنوان نفسك. يعني أنا فيه بنات كثيرة جداً بتيجي تكلمني وبتقولني أنا اتنقبت من كتر ما عندي حبوب وبشرتك. أو اتنقبت من كتر ما عندي ندبات أو عندي هالات سودة. هي يعني النقاب دي حاجة كويسة جداً وفيش أي مشاكل بس هي مش لابسها دين. هي لابسها عشان خايفة الناس بتتريع عليها. عشان الحبوب اللي عندي. الناس ما بتحبش تبصلي عشان المشاكل اللي عندي. أول حاجة أنا قلتها لها أن أنت مسيكي الناس اللي مدايقينك دوله حطيهم كده في الظرف حطيهم على الجنب وملكيش دعوة بيهم. خليكي أنت بقى في طريقك وخليكي أنت في نفسك وخليكي أنت في حياتك. قادرة أنك تصلحي الحاجات دي صلحيها. وهتقدر أن تصلحيها. هناك 것이 شيئا HoSema قد لا أعنيها معهم. هناك شيئا ربما أستطيع. هتقدر أن تصلحي الحاجة أي شيئا رفع بك لأنتم Anantoutir yhelp 이 gives you out. وстиione رأي تغير فاكرةك عن الناس مهما كان الناساقينين لك. تكذلاش الناس مقياسك. لا تكذل productive writing people like you. هل تكون المرة واحد في حياتك إنتي تبقى المرة واحد في حيات نفسك. لو كنتيش أنتين المرة واحد في حيات نفسك. ودخلت ناس تانية، عمرك أنت ما تبني من واحد عند حد لو أنت ما بتحبش نفسك معدش هيحبك تقبلي نفسك زي ما هي وحبيها زي ما هي أنت جميلة في كل الأوقات وفي كل الظروف وفي كل الأشكال اللي أنت فيها طويلة صيارة رفيعة وطخينة حامل مش حامل خلفتي ما خلفتيش الحاجات دي كلها أنت حلوة فيها أنت كويسة في كل ظروفك في أحسن ظروفك وفي أقل ظروفك أنت أحسن بنت في الكون لازم تؤموني بدا لازم تعرفي دا لو عندك أي مشكلة أي دفوع أنا أجيب الميكاب عشان يغير مني أنا أجيب ديت علشان تصلح مني هو المفروض أصلا أن المفروض أن أنا ميكاب أرتيس فالمفروض أن أنا هروض لك للميكياج والحاجات ديت لكن أنا أي حد بيجيلي في الكورسات وفي الحاجات ديت أنا بقول لهم إيه أنت جاي علشان إيه أنت جاي علشان هل عايزة تمتهني الموضوع دا أوكي جاي علشان رفض حاجة في نفسك لا رفض حاجة في نفسك دي لا إنما أنا باجي علشان الحاجة ديت بتزود جمالي أنا أصلا حلوة ما عنديش أي مشاكل أنا كويسة ومتقبلة نفسي اللي مش شايفني حلوة دا هو عنده مشكلة في نفسه أنا شايفة نفسي كويسة أنت جاي علشان تزودي جمالك أنت حلوة من غير حاجة تمام؟ أنا متشكرة لكم جدا وأن إنتوا سمحتوا لي النهاردة أن أنا أفيتكوا بقدر بسيط من المعلومات اللي عندي ومتشكرة جدا طبعا للساقي أنها سمحت لي أن أنا ألتقي بكم كلكم يعني ما شاء الله يعني أنا شايفة أن أي حد فيكو عنده أي مشكلة ومعندوش فيش أي حد فيكو عنده أي دفوع بشكركم جدا وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة نلتقي أي استفسارات أو أي حاجة لكم ممكن تدخلوا على الصفحة بتاعتي وهستقبل أي حاجة منكم بجد متشكرة لكم جدا ويا رب تكون استفدتوا بالقدر اللي أنتوا كانت في مخيلتكم شكرا لكم